ترجمة نانسي قنقر والمواقف المشتركة والمساندة الثنائية في القضايا والموضوعات كافة علاقات البحرين ومصر علاقات ممتدة عبر التاريخ لها عمق استراتيجي يربط البلدين الشقيقين بالحب ويتميز بالاستقرار والأخوة والمحبة فهذا الترابط هو علاقة تكامل وانصهار في إطار من المحبة والمودة كانت دوما مثالا يحتذا به في العلاقات بين الأشقاء العلاقات المصرية البحرينية يعني احنا ما نقدرش نتكلم هي علاقة ممتدة عبر سنوات طويلة في تعاون مشترك في تعاون في مجالات مختلفة في المجال التعليمي في المجال الثقافي في المجال الاقتصادي الاجتماعي العلاقة هي علاقة أخوة أكثر وأشقاء أكثر من هي علاقة دولتين ببعض مملكة البحرين دائما حكومة وشعبا على صلة وثيقة بجمهورية مصر العربية بكل أعيادها الوطنية واحتفالات الوطنية الشعبين فيما بينهم وثائق أو وشائج قربة كثيرة من خلال النسب من خلال اللي هو العروبة والاتصال الثقافي إن علاقة مملكة البحرين بمصر قوية ويزيدها رسوخا التعزيز وتواصل المستمر من قبل أبناء البلدين الشقيقين والذي يساهم بشكل كبير في ازدهارهما على كافة الأصعدة عندما نتكلم عن علاقات المصرية البحرينية هي علاقات قديمة تاريخية نجد كل الوجهات النظر متطابقة للأمن الإقليمي والأمن العربي لذلك نبارك جمهورية مصر في أعيادها الوطنية 23 يوليو مصر هي دائما وأبدا هي العمق العربي على مدار التاريخ العلاقة بين مصر ومملكة البحرين يمكن على أكثر من مئة عام وهناك توافق في الرؤى ما بين القيادتين في كلاء البلدين وأيضا كل منهما يدعم الأخر إن العلاقات البحرينية المصرية قوية ومتينة وتاريخية وتتصف بالمودة والتقدير والاحترام ما يصب في تعزيز التكامل الاستراتيجي الثنائي من أجل صالح الشعبين والبلدين الشقيقين علاقة حب تاريخية تجمع الشعبين البحريني والمصري فهي ليست والدة اللحظة بل هي علاقة أخوية نشأت بين أبناء البلدين منذ عقود خلت فهي علاقة متأصلة وقوية لها عمق استراتيجي يضرب في العمق ويلوح في سماء المحبة والإيخاء خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين